اشتركوا في القناة دعم ثابت وتضامن إنساني وتسبق على فعل الخير من قبل المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أثبتته الظروف الإنسانية التي تمثلت في دعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا هذه الظروف الإنسانية التي جمعت كل سكان المملكة تحت هدف واحد وهو الوقوف جنبا إلى جنب مع الأشقاء والأصدقاء المحتاجين في شتى بقاع العالم يشرفنا اليوم في هذا الليل أن نلتقي بصفوة من الرجال اللي يشرفني لازم تعرفون هذا الشيء الخدمة معاكم والقيادة لهذه الوحدة وعشرتنا مع بعض اللي بنيناها في السلم وفي الحرب وما في شك ولا عندي ذرة شك بنوعكم وبسواعدكم أنكم أنتوا خير عون وبذن الله منصورين وبذن الله سترفعون على مملكة البحرين كما عودتونا الحملة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا التي أتت لمنح شرف المساهمة لكل من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أثبتت أرقامها التعاون والتلاحم والتكاتف الذي يتمتع به سكان مملكة البحرين ووفائهم لجميع أشقائهم وأصدقائهم في مختلف الظروف والمحن وأتت لتكون درسا مستمرا على أهمية تفعيل هذه الحملات الوطنية لتعزيز روح المبادرة والتعاون بين الجميع وتقريبهم من أشقائهم وأصدقائهم عن طريق توفيرهم لأهم المواد الإغاثية والطبية العجلة التي تخفف عنهم الآثار الناجمة عن الزلزال البذرة الأولى لهذه الحملة الوطنية زراعها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتنبت الاستجابة البحرينية السريعة التي رسمت أنصع اللوحات الإنسانية وأثبتت المرتكسات الثابتة التي يتمتع بها أهل البحرين من خلال تقديم الدعم بجميع أشكاله ودون انقطاع موسيقى 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 موسيقى